تفقد نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بأعدن الدكتور محمد الربيد ومعه مدير عام مديرية خور مكسر عواس الزهري بالعاصمة المؤقتات عدن تفقد مستوى الخدمات الصحية في المجمع الصحي بالمديرية وسمع من مديرة المجمع إلى شرح عن مستوى الخدمات التي يقدمها المركز في مجالة تقديم الخدمات الصحية وما يعانيه المركز من شحة الإمكانيات وأشاد الربيد والزهري بجهود إدارة وتواقم المجمع في تقديم الصحة لسكان المديرية في كافة المجالات بجهود ذاتية مشيرين إلى أهمية رفض المجمع بالمزيد من الأجهزة والمعدات الطبية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وأكد الربيد حرص مكتب الصحة على توفير احتياجات المراكز الصحية في عموم مديريات محافظة عدن ومنها المجمع الصحي بخور مكسر الذي يمثل نموذجا متميزا في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ومستوى الانضباط من قبل الموظفين